موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سواعد أمل منظمة تنموية تعنى بالجوانب التربوية والتعليمية والإغاثية وبناء الإنسان منظمة ركين ستكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع ويسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد أبو سريمان مدير مكتب المنظمة في مدينة غاز عينتاب التركية مرحبا بك دكتور طيب بالبداية لو نتكلم دكتور عن منظمة ركين كلمحة عامة أهلا وسهلا بكم ركين أخي عبارة عن مجموعة شباب متطوع قاموا في توحيد جهودهم من أجل مساعدة المنكوبين في الشمال السوري بشكل خاص وفي سوريا المحرة بشكل عام نعم وبلشت نشاطاتهم فعالية من عام 2012 وظل النشاط قائم لاحقا بـ 2016 تم تلخيصها بتركيا تحت مسمى ركين التي تكون منظمة فاعلة ورسمية بين المنظمات الدولية طيب دكتور انتكلمنا عن أبرز أهداف المنظمة بشكل عام أخي في عدة أهداف للمنظمة ولكن نحن نحسن نذكر أهم الأهداف فيها المساهمة في عادة تكوين المجتمع السوري جراء الحرب وتحويله إلى مجتمع يعتمد على نفسه كما كان في السابق ونعمل على القطاع الطبي بدعم عام للقطاع الطبي سواء كان للخدمات الاقتصاصية والاقتصاصية لكن نحن بصراحة لدينا تركيز جدا لدينا تركيز على القطاع التعليمي كونه هو البنية الأساسية في إنشاء الأجيال لاحقا فنعتمد على دعم وتأهيل وإعادة تنظيم القطاع التعليمي بكافة مراحله طيب دكتور انتكلمنا عن صعوبات العمل في الداخل السوري من حيث العمل الإغاثي الذي تقومون به وبشكل عام حقيقة أهم الصعوبات هي إيجاد داعمين بدون سياسة الدعم خاصة هذا الشيء نحن نعرفه كلهاتنا بضافة إلى ذلك لا ننسى أبدا القصف العشوائي العنيف هذا يؤدي إلى عدم وجود خبرات وكوادر مختصة في العمل الإغاثي عدم وجود آلية حقيقة واضحة ونظمة للعمل الإغاثي ككل في الداخل المحرر عم بيؤدي إلى عرقلة العمل المنظماتي في الداخل وممكن طبعا نذكر قد يكون أحيانا بعض مضايقات من بعض الفصائل على الأرض إلها دور في عاقة العمل وهو بصراحة بسبب قلة الوعي بالعمل الإغاثي هذا هو سبب الرئيسي بسبب المضايقات طيب انتكلمنا عن أبرز المشاريع التي تقومون بها بالمنظمة في الداخل السوري ما هو المشروع الذي تشعرون أنه أهم مشروع وقمتم به بالفترة الماضية أخي من أهم إنجازات المنظمة هو كان في إنشاء ثلاث مخيمات حيث استفادنا حوالي ستة الاف وخمسمائة عائلة وقمنا بإنشاء حوالي ثمين أبيار قمنا بتجهيز ثمين أبير استفاد منا عدد كبير وكانت في مخيم قمنا بإنشاء كان في عنا مشروع حفر أبار حيث قمنا بحفر ثمان أبار في منطقة أطمي ومخيم صامدون وكان فيها عدد مستفيد واستفاد منها حوالي 1200 عائلة من أهم المشاعر اللي قمنا فيها هي مشروع دعم 20 مخبز 20 مخبز بمادة طحين 512 رطان من الطحين ما بين مدينة حلب وأدلب المخابز التي قمتم بدعمها دكتور يعني لو نتكلم عن كيفية الدعم قمتم بدعم المادة أم أنشأتم مشروع من أجل المخابز لا أخي الكريم الحقيقة نحن قمنا بدعم سعر ربطة الخبز في حيث أنه كانت هي عم تنباع أصلا بـ 200 و 150 مثل ما بتعرفوا أو مثل ما بيعرفوا الأخوة المشاهدين فقمنا بعملية الدعم هاي بتنزيل سعر ربطة لـ 50 لرسوري فصارت تباع ربطة بقيمة 50 لرسوري استفاد منها حوالي 200 ألف عائلة ما بين مدينة حلب وأدلب طيب المشاريع الأخرى التي تقومون بدعمها كالسلال الغذائية هل لديكم سياسة دعم بالداخل السوري فقط أم في دول لجوء أيضا؟ والله حاليا نحن نعمل فقط في الداخل السوري المحرر ونحن حتى في عنا سياسة دعم الشريحة الأكثر استضعافا وهي المصطلافة أكثر وهي بصراحة الأيتام والأرامل هاي الشريحة التي غالبا بيكون صوت ضعيف وما بيصل كيف تقومون بدعم هذه الفئة؟ من خلال إن شاء دور أيتام أم لديكم؟ أخي نحن حاليا توفر لدينا مشروع دار أيتام اسمه غطاء الرحمة في مدينة إدلب يحوي على أربعين يتيم أربعين يتيم هم فاقدي الأب والأم فاقدي الأبوين من خلال تنظيمه بشكل دار داخلي في حيث فيه التدريس والرعاية الطبية وكل ما يلزم لهذا العمل مع وجود كوادر مختصة مشرفة عليهم على مدار الأربعة وعشرين ساعة سواء كانت من مدرسين ومن ممارضات ومن مسؤولات نظافة وإلى آخره من كادر يستلزم لعمل دار الأيتام ومن نشاطات تانية بالنسبة لموضوع دعم الأيتام دعم يومي وهو توزيع خبز يومي مجاني للأيتام بشكل يومي عدد مستفين هو 1350 يتيم هذا بشكل يومي لحد الآن يوزع لهم ربطات خبز مجانا طيب مشاريعكم مركزة بالأساس في مدينة إدلب ليس كذلك دكتور؟ يعني ولديكم أيضا مشاريع في حلب تحدثنا قليلا عن المشاريع في المناطق غير إدلب؟ حقيقة نحن في عنا صحيح التركيز هو في مدينة إدلب وحلب أيضا في عنا منظومة إسعاف نقوم بدعم منظومة إسعاف في مدينة حلب تعمل بشكل جيد ومؤلفة من 15 سيارة وفي عنا دعم إغاثي لمنطقة حماة والساحل ولكن هي عبارة تقتصر دعم يكون عبارة عن سلة الغزائية وإقامة مخيمات هاي أهم المشاريع بإضافة المخيمات في الداخل السوري أنتم تقيمون هذه المخيمات أليس كذلك؟ يعني ما هي المناطق التي تدعم بها هذا المشروع من أجل المخيمات؟ حقيقة الأمر أن كل المخيمات تكون دائما هي مناطق حدودية يعني تفاديا القصف برهم أن القصف يطال كل الأماكن ولكن نحن التركيز على أن تكون المخيمات في أماكن حدودية آمنة لا يلجأ فيها لا تكون تحوي هالناس اللي أصلا هجرت من بيوتها وأنتم مثل ما بتعرفوا يعني فترة الماضية كان في ضغط كبير وكان في حالة تهجير كبيرة فما استدعى لا اهتمام أكبر بموضوع إنشاء مخيمات ورعاية المهجرين نعم طيب إن تكلمنا عن برامج التدريب لديكم دكتور هل لديكم برامج أو مشاريع مستقبلية لهذا الموضوع؟ حقيقة نحن في عنا حاليا فريق مؤهل للتدريب بيقوم بتدريب كوادرنا بشكل أساسي بيقوم بدربهم يقوم يعمل الفريق على تدريبهم على معايير العمل الإنساني بشكل أساسي ونعمل أيضا على تدريب الكوادر على تقييم الاحتياجات هو شيء أساسي أيضا من ضمن برامج التدريب ودراسة وبالإضافة لإدارة مشاريع إدارة المشاريع التنموية والكفاءات وتنمية المهارات اللغوية بشكل عام كون هي وصلت التواصل حاليا بين المنظمات الدولية والمحلية نعم اسمح لنا دكتور أن نذهب إلى فاصل قصير فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم تحية لكم مشاهدين مرة ثانية وأهلا بك دكتور مرة أخرى لو نتكلم عن الأحصاءات للفئة المستهدفة من قبلكم المستفيدين تحديدا حقا كان في عنا أحصاءات دقيقة ممكن زودكم فيها وزود أخر المشاهدين في عام 2013 كان في عنا 12500 شخص مستفيد وكانوا مستفيدين من إنشاء الآبار وإنشاء المخيمات بالإضافة إلى مدارس ركزنا على موضوع التدريس داخل المخيمات في عام 2014 كان في عنا 160 ألف عائلة مستفيدة من توزيع مادة الخبز المجاني فترة الماضية كان في أزمة أحيانا بتكون بتأمين مادة القمح والخبز فكان في تركيز عليها والحمد لله كان في 160 ألف عائلة مثل ما ذكرت سابقا استفادت منه في عام 2015 كان في عنا 42 ألف عائلة مستفيدة من توزيع مياه الشرب أيضا موضوع مياه الشرب وموضوع حساس كان بفترة وفترة يعني في عنا مشكلة بتأمين المياه فالحمد لله يعني قمنا بمساعدتها لعائلات هاي وكان في عنا بنفس العام أيضا 8500 عائلة مستفيدة من وجبات أفطار رمضان نعم بحيث شهر رمضان بيكون فيه الحاجة مرحة ويعني حقيقة يكون الناس محتاجين لدعم وخاصة وهي عبارة عن وجبة واحدة فعلى الأقل أهم باب من يعني هذه المشاريع كانت في رمضانات الرمضانات السابقة ليس كذلك في عام 2015 نعم نعم أستاذي الكريم في عام 2015 هذا الشيء وكان في عنا 6500 عائلة مستفيدة من مساعدة إغاثية متنوعة في عام 2016 أنا ممكن زودك بالربع الأول فقط كون لم نستطيع أن أعطيك الأحصاءات كاملة الربع الأول ممكن نذكر أنه عنا 148 مدرس مستفيد من خلال رواتب ودعم نعم في عنا 6,030 عائلة مستفيدة من توزيع سلة إغاثية في عنا 309,000 عائلة مستفيدة من الخبز مخفض السعر طيب دكتور انتكلمنا عن المشاريع التربوية والتعليمية قليلا والإحصاءات أيضا المتعلقة بها حقيقة المشاريع التعليمية نحن نركز حاليا على قطاع التعليم بكونه قطاع أساسي مع الأسف كل المنظمات بتركز على موضوع السبا الإغاثية وبتركز على مواضيع عامة أخرى ولكل مهمة لموضوع التعليم التعليم أخي الكريم هو قطاع أساسي رح نشوف لاحقا الفجوع اللي سببته قصف المدارس أو خروج المدارس عن تقديم خدماته أو حتى عدم وجود نزوح ونزوح هو بشكل أساسي أدى إلى إيقاف التدريس فأنت رح تشوف لاحقا أننا الأربع سنوات ماتوا عدل أربعين سنين لأنه مع الأسف في فجوة كبيرة ما عم ندركها ما عم ندرك أنه الطالب عندنا يتأخر سنة مقابله عم بيكون في تقدم عشر سنوات في دول الغرب أو حتى الدول المتطورة فنحن فعليا أربعين سنة عم نتأخر في هذه الأربع سنوات فكان لابد أنه يكون فيه ناس تهتم بموضوع التعليم وفيه ناس تسعى لأنه ترفع وتنظم وتعيد هيكاية التعليم فنحن إن شاء الله من المنظمات التي يعني منركز على هذا العمل التعليمي وعن نريد يكون هذا العمل الأساسي ويكون فيه إعادة هيكلية كيف تقومون بدعم العملية التعليمية دكتور؟ حقيقة الأمر فيها عندنا مدارس هي مدارس صغيرة قمنا في عادة تأهيل عدة مدارس تم قصفة حتى في مناطق في حلب عبارة عن دور عبارة عن مراكز ثقافية أو مراكز هي ما أعتبرها أنها غير مستهدفة أو قد لا تصلح أن تكون مراكز تستهدف نعيد فيها تأهيل الطلاب ونعيد أحضار الطلاب إلى التدريس ومن خلال دعم المدرسين نحن حقيقة عندنا المدرسين في الفترة الماضية في كثير من مدرسين خاصة بعد تحرير إدلب كان في كثير من مدرسين قطعة رواتبهم ما عاد في عندهم رواتب ما عاد في عندهم دخل نحن حاليا نقوم بدعم هالشريحة من المدرسين بإعادة الاستفادة منهم ودعمهم بالرواتب ودعمهم بالسل الإغاسية بالمقابل هني عم بيقوموا بإعادة تأهيل الطلاب وإعادة تدريس الفئة اللي فقدت لمدة أربع سنوات تدريس طيب دكتور يعني لو نتكلم عن موضوع التعليم من حيث التدريب يعني هل هناك تدريبات أو مناهج معينة تقومون بها لمساعدة الطلاب مدارس صيفية مثلا أو مساعدة الكادر التعليمي من خلال شيء معين الشهادات أيضا هو موضوع مهم هل قمتم بالتنسيق مع وزارة التربية في الحكومة المؤقتة من أجل هذا الموضوع؟ حقيقة نحن موضوع التعليم أنه هو شقين شق صيفي وشق شتوي مثل ما تفضلت الفصل الدراسي تماما 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 فنحن الفصل الصيفي هو فصل مع الأسف عم نحاول يكون فيه عدم وجود ثغرة دراسية ما نحن أصلا ما عنا وقت يعني الناس خصة كثير فعم نحاول نستغل فصل الصيف بإنشاء مدارس أو معاهد بسيطة صيفية لا يستفيدوا من الطلاب وخاصة المرحلة الابتدائية حقيقة هي مرحلة تعليم الأساسية مرحلة أساسية ومهملة نعم يعني هي أكثر مرحلة يكون فيها فجوة بحيث في حين في حين أن الطلاب المرحلة الأعدادية أو طلاب الشهادات مثل ما تفضلت وسألت نحن عم نقوم بدعمه عن طريق دورات تقوية عم يكون في مراكز دورات تقوية قبل الامتحان وحتى أثناء العام الدراسي في تجهيزهم يكونوا قادرين على اجتياز الامتحان هذا بالنسبة لموضوع التنسيق حقيقة نحن ما فيه تنسيق مباشر ولكن نحن نهيئ جيل أو نهيئ كوادر نهيئ طلاب قادرة أن نتقدم امتحان سواء كان مع وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة وإن كان مع وزارة التعليم اللي هي حاليا في إدارة إدلب موجودة يعني بغض النظر نحن ما بيهمنا الهدف ما بيهم من الفئة المستهدفة بهمنا أن الطالب يأخذ حقه من التعليم نعم طيب ان تكلمنا عن المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والمحلية الأخرى لو تحدثنا عن هذا الموضوع تحديدا حقيقة كان في عنا تعاون مع منظمة الياها نعم في مدينة حلاب وإدلب والساحل وحماء أيضا واجتمل تعاوننا مع بعض كان عبارة عن العمل الإغاثي من توزيع السلل وأنشاء مخيمات في عنا أيضا تعاون مشترك مع هيومن أبيل أيضا بعملية توزيع المواد الإغاثية على عدة مستفيدين في عدة مدن كان في عنا أيضا شراكة مع راف القطرية وكان عملنا فيها على دعم عدة مراكز صحية ومستشفيات من خلال الأدوية ومن خلال المستلزمات الطبية أيضا في عنا كان شراكة مع قطر الخيرية بتوزيع عدة أصناف من المعونة الإغاثية نعم طيب هل هناك ورش تدريبية مع منظمات أخرى أيضا أو تعاون بمنظمات محلية مثلا ورش تدريب داخل السوري أم هذا الأمر هو خطة مستقبلية حقا هو منظم خطة مستقبلية ولكن نحن وجود كادر عنا كادر تدريب مؤهل وقوي نحن حاليا نطمح لأن لاحقا نقوم بتدريب كوادرنا بشكل علمي وبشكل احترافي وتدريب أيضا من منظمات العاملة على الأرض لأن الفجوة أيضا في الداخل هي عدم وجود خبرات في عمل الإغاثة هذا الشيء عم بيؤدي إلى هدر وقت وعم بيؤدي إلى هدر موارد حتى كيف تقومون بتلافي هذه الفجوة بعدم وجود خبرات يعني كيف تتعاملون مع هذا الواقع يا أخي الحل الوحيد أنه نعتمد على نفسنا أخي نعيد بناء القدرات ما معناها إذا أنت شخص خبير غادرت يظل مكانك شاغر ويظل في عنا فجوة نحن لازم نعيد بناء كل شيء وحاليا إن شاء الله نعمل كاركين نعمل هذا الأمر في عنا فريق محترف تدريبيا يقوم الآن في عمية تخطيط إن شاء الله أنا ما فيني غير أقول إن شاء الله أنه يكون هدفه تدريب كوادر ركين بشكل أساسي وكوادر المحيطة في ركين أي شخص بيحب يستفيد ويشارك معنا فنحن أكيد أبو ابن مفتوح للجميع طيب دكتور محمد لو نتكلم عن خططكم المستقبلية حقيقة من أهم الخطط اللي حاليا عم نخططها ونشتغل فيها هو موضوع توسيع دار الأيتام نحن دار الأيتام حاليا عبارة عن دار أيتام يحوي فاقدي الأبوين مثل ما سكت سابقا وبيكون عمرهم كبنات لـ 12 سنة كإناث وكذكور عم بيكون لـ 10 سنوات فنحن نطبح الآن لتأسيس دار آخر هو مرحلة تكميلية بحيث أن المرحلة الأولي نحن نربي تجيل هذا ونخليه يأخذ التربية الصحيحة أما المرحلة الثانية ستكون عبارة عن مرحلة تأسيس ليطلع هذا الرجل أو تطلع هاي الأمرأة سوية قادرة أن تكون إنسان سوي في المجتمع تنخرط في العمل يكون شخص منتج وشخص إيجابي ما يتأثر ما يكون شخص فاقد الأبوين إذا فاقد كل شيء نطمح أنه يكون في عنا لاحقا توسيع لأنها حاليا في عنا دور بإدلب ونعمل عم نأسس بحلب وفكرة توسيع المرحلة الثانية هي ما حاليا بصراحة ندرس إلى ونطمح إلى نعم نشكرك كثيرا الدكتور محمد أبو السليمان مدير مكتب منظمة راكين في مدينة غازي عينتابة تركيا وشكر لكم دائما المشاهدين الكرام مع أمل اللقاء بكم مع منظمة جديدة في أسبوع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة